بالنسبة للقرار الأخير الصادر من قبل الإدارة بشأن موضوع حفر العبار أنا أشجع هذا القرار وقرار صائب وحكيم يعني ليش؟ لأن المياه ثروة قومية مو الجيل واحد لعدة أجيال يعني وبعض الدول العالم تشكي من قلة المي فإحنا الله منعم علينا يعني كمان معطينا مخزون مائي كبير بس نتيجة استهتار الأهالي والمزارعين وأصحاب النفوس الضعيفة باستغلال المياه عم يقل عنا المخزون المائي الجوفي للأرض المي بشكل عام يعني إلى ثلاثة أشكال سائلة وموجودة على سطح الأرض يعني جريان وباطنية عن طريق الآبار يعني وبخارية عن طريق الغيوم والأمطار هالشغلها قرار الأخير بالنسبة للحفر الآبار يعني إحنا نطلب من الهيئة صدرة هذه القرار أن تلحق هذا القرار بقانون صارم لمنع حفر الآبار واستنزاف المياه الجوفية في حال إذا تم استنزاف المياه الجوفية رح نعاني من مشكلة الجفاف ونتيجة الظروف المناخية السائدة خلال هالثلث أربع سنوات المضت قلة الأمطار أثرت على مخزون المياه يعني قلة المياه الجوفية بالنسبة يعني أحكي لك عدد منطقة الحسكة يعني حفر الآبار صار فيها عشوائي بكل حي موجود حوالي 100-200 بير هذه كلها أدت إلى استنزاف المياه الجوفية استنزاف المياه الجوفية رح إلى أضرار أول شيء أضرار بيئية عم تسحب الأمراح المترسبة من خلال آلاف السنين ترجعها على سطح الأرض تأثر عن نبات والتربة عم تسوي خلخلة بالطبقات الأرض التكتونية يعني لا سمح الله أي زلزال لنتيجة وجود فراغات موجودة بطبقات سطحية رح يصير زلزال يعني زلزال عظيم يعني إذا في حال ما وقفنا هذه بالنسبة لأخ المزارع أنا مو كاكا كضطع للمزارع أو شيء بس أما أنا أحسب أحساب المياه قلة المياه هلأ لا سمح الله إذا ما إجا مطر هالسنة هذا كمان رح تنزف تنزل المية الجوفية لأعماق فنطالب من خصوصا هيئة الاقتصاد والزراعة تحديد المحصول الزراعي لكل منطقة استقرار يعني عدنا خمس مناطق استقرار زراعية أولى وثانية وثالثة ورابعة والبادية تحدد له نوع من المحصول مشاين يصير تنوع للمحاصيل وتحدد كل منطقة المحصول اللي بحاجة إلى كل محصول قد بده كمية مياه وتركب عدادات كمان على الآبار لأن تركيب العدادات على الآبار كمان يحد من استهدار يعني من هذر المياه أنا برايي وأخطرح على الإدارات تبع الاقتصاد والموارد المائية والزراعة يشكلون جمعيات زراعية تحدد له نسبة نوع الزراعة واستلاك المياه ويتم مراقبة الآبار بشكل يومي يعني دوريات مستمرة على الـ 24 ومراقبة حركة الحفارات يعني الحفارات لازم يكون إلى مرآب خاص تتجمع فيها كل الحفارات ويعطيها رخص حفر آبار جديدة ممنوع لازم أما الآبار القديمة معلش أجدد له رخصة تعزيل بدل مردوم أما اليمسك حفر بئر جديد يجب عليها عينه يعاقب ويردم البئر أنه هذا يشكل خطر خطر على البيئة وعلى الإنسان وعلى الحيوان